تماما بعيتك أه بعد تماما يعني خلاص مفيش تريفونات مفيش أي حاجة فجرت بقى عامل مصطفى الملحن كانت السنة اللي بعدية على طول أول سنة اللي هي في الجامعة تعرفت على خالة تاج الدين ومن هنا بتدينا اللحن بعد ما فات الأوان وفترقنا من زمان ولحنت لها ابعد وسبني أنا مش هلومك لو بعدت وغبت عني ابعد وسبني أحسن ما تيجي في يوم وتندم أو تلومني غبعن عناية وضع من إداية وسبني العزادي لدمع عناية بعد كده بقيت إيه خلك فكرني ندمت جدا ندمت انهيار لا بجاء ندمت ندمت لا تقطيع وارد لا لا على فكرة ما فيش حد أحب أعمل مصطفى اللي غير ما رجع له تاني رجع له مش غرور والله بس ده حقيقة بس اللي حبوك مش كتير عشان انت كنت بحبه من طرف واحد أنا بحب من طرف واحد بس بعد ما باعترف بحبي دوت وهي المجرد ان هي اعترفتلي بحبها خلاص ما تدرش تنساني اه أنا اللي علم عليها ما تنسانيش تناع ماذا حياتها ليه ليه عشان صادق وكم واحدة علمت عليك ما فيش كتير بقى لأينا ما حكو لأينا انت ما كنتش أنا اكتشفت ان مفيش حب أصلي اكتشفت ان الحب ده ممكن يكون لبنتي ممكن يكون لبلدي ممكن يكون يعني بس عذاب الحب هو اللي خلاك ملحن كويس اه طبعا خليك فاكرني يا اللي بجمالك وبعيونك دول قسرني خليك فاكرني ونحس قلبك يوم بقلبي ابقى زرني ده انت في عيناي كل اللي لقيا فرحة شبابي والدنيا دي أول أغنية ديتها لعمر دياب خليك فاكرني وراها منال اه دي حقيقة كنت يعني لو حبيته سنين طوال كانت وراها بس كان هدف ليك انك انت توصل لعمر دياب كان هدف طبعا ليه ان توصل لعمر دياب لان دي كانت قصة حب ما بين منال وما بين عمر دياب اه كان بيحباها عمر دياب قملك لا 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 واحنا فترة سنوي كانت اغنية نور العن الزت اوكي